اختتم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة اختتم فعاليات المرحلة الثالثة من التدريبات للمخطوبين والمتزوجين حديثا والتي تم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان نعم وشهدت المرحلة تدريبة 1390 مشاركا ومشاركة وذلك من خلال 22 تدريبا تم تنفيذها على مستوى خمس محافظات هي كفر الشيخ البحيرة الإسكندرية والفيوم والأقصر وتستند التدريبات إلى محتوى علمي تدريبي تم إطلاقه في فبراير 2019 وتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية